اشتركوا في القناة معي هنا طيوفي الكرام احمد فال ابو مزونة رئيس شبكات المنظمات الغير حكومية لدعم التنمية المستدامة والبيئة اهلا بك معنا ابو مزونة وشكرا لك على تبنية الدعوة مع ايضا دكتور محمد الابراهيم رئيس المنظمة الموريتانية لمناهضة التطرف ودعم الوحدة الوطنية اهلا بك معنا دكتور محمد الابراهيم اهلا بكم مشاهدي الكرام سندخل في الموضوع مباشرة مباشرة بانتظار ان يجوز العنصر لو بدأت معك احمد فال والبو مزونة رئيس شبكات المنظمات الغير حكومية لدعم التنمية المستدامة والبيئة مدخلا الى الموضوع بفتح الشهية في الموضوع كما يقال ما المقصود بالمنظمات الغير حكومية اساسا التي هي جزء من المجتمع المدني من خلال عملكم ومن خلال مستوريتكم بسم الله الرحمن الرحيم وشاركهم واللي فتوعية المواطنين من اجل اضاحة لهم امورهم وواجباتهم حقوقهم والنضال عن جميع القضايا اللي تعود مضرة بالوطن ومضرة بالمواطنين وشرح المواطن المواطنة ومعلى المواطنة في نطاغ مزلين القضايا المتعلقة محيطه وتسييره للمواد السوكان الطبيعية واسوكانت مواد اخرى في نطاغ مزلين تسيير المباشرة لكافة المشاريع اللي الدولة تعدل من جزء والمنظمات الغير حكومية عادل من جزء والتعاونيات كذلك الشباب وإدماج الشباب في المشاريع التنموية ونساء من اجل وضع لهم خطط يقودوا يقدوا ينهضوا ويشاركوا وبناء بلدهم هذا مثلا من الأشياء اللي مهم عن المواطن يعني تعود يفهم دوره في التنمية المستدامة من أجل محافظة على الموجود ومن أجل المولي إدراكه اللي حيطه بدوره هل تعاوني المواطن تعيد المواطن دوره دوره في التنمية ومشاركته في التخطط التنمية وبصفة عامة ذانيا أشكر التلفزة الموريتانية عليه الفرصة اللي تعطينا من أجل شرح الأمور للمواطنين ويطلعهم على القضايا الوطنية خاصة ما يخص دور المجتمع المدني بهلي دور مهم وذبت المولي في العالم كامل عن المؤمور كاملة منها ما هي منسخة مع المنظمات القير حكومية المجتمع المدني بصفة عامة وعلى لها تنجح ثقّ edit معي أيضا دكتور محمد والإبراهيم أنتم رئيس المنظمة الموريطانية لمنهضة التطرف ودعم الوحدة الوطنية ماذا تقومون به بالضبط في المنظمة الموريتانية لمنهضة التطرف ودعم الوحدة الوطنية ما هو دوركم بالتحديد في تعزيز الوحدة الوطنية ومنهضة التطرف كيف تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم والصلاة والسلام أريد أن أقول هنا في خصوص هذا الموضوع بأن المجتمع المدني يلعب دورا محوريا أساسيا في العملية التنموية والتنمية المستدامة ويعمل دورا تكمليا بالنسبة للدور الذي تلعبه الدولة كما أنه أيضا يلعب دورا موازيا إما أن يكون دورا موازيا وصاحما لدور الدولة وإما أن يكون دورا تكمليا لها وبالتالي يلعب دورا أساسيا من ناحية إبانة توجهية والتعبوية والتحسيسية لأن الدولة يمكنها أن تقوم بالكليات لكن هناك مسائل جزئية ينبقي أن يقوم بها المجتمع المدني أعطي مثلا على ذلك الدولة يمكنها أن تقوم بمشاريع كبيرة بناء مستوصف يعني تشييد مدارس إلى آخره الأمن إلى آخره إذا تقوم بمشاريع كبيرة لكن ذمت بعض المسائل المصاحبة لإنشاء المستوصف كتوفير الأدوية وتوعية المواطن على الدور الذي يقوم به محافظة على شكل المدينة من ناحية النظافة ومن ناحية البيئة هذا هو دور المجتمع المدني هي جزئيات مهمة أساسية لكن لا بد للمجتمع المدني أن يقوم به هذه الجزئيات لكي تكتمل الصورة يعني هناك العمل الذي ينبقي أن تقوم به الدولة والعمل الذي يقوم به المجتمع المدني وهو دور تكميلي وإن لم يقوم المجتمع المدني بهذا الدور فسيبقى الدور ناقصا وبالتالي دور المجتمع المدني هو دور محوري أساسي في العملية التنموية نحن في المنظمة الموريتانية لمناهضة التطرف ولدعم الوحيدة الوطنية نقوم بمجموعة من النشاطات الميدانية منها أولا توعية المواطن على المواطنة على ما ينبقي أن يقوم به اتجاه بلده سواء من ناحية حب الوطن والمسائل التي تدعم رموز الوطن لديه وكذلك محو الأمية وتوجيه المواطن لما يخدم الوطن سواء إشعاره وتحسيسه بالمسائل التي يمكنها أن تشويش لديه نحن هنا فرصة ذمينة لكي أوضح بأن المجتمع المدني لا ينبغي أبدا في أي حال من الأحوال أن يكون ذا توجه سياسي لماذا؟ لأن المجتمع المدني ينبغي أن يتعامل مع جميع المواطنين ينبغي أن يتعامل مع المجتمع لا أن يتعامل مع طيب سياسي أو جمع سياسي أو معارضة أو مولاد ينبغي أن يتميز بالمشاريع الكبرى ينبغي أن يتميز بالاستقلالية في التوجه لا ينبغي أن يتصف بصفة سياسية حتى يمنع الجزء الآخر وبالتالي ينبغي أن يكون شموليا يعمل مع جميع المواطنين بمختلف مشاربهم وبالتالي نحن المشروع الذي عندنا وهو الوحدة الوطنية وتعايش بين مكونات المجتمع الموريتاني كلها يعني هناك بعض العمل التحسيسي الميداني يثمن ما قيم به في إطار العمل الجمعوي بصفة عامة سواء كان الأمن والاستغرار وتوجيه المواطنين إلى سيم الأطفال إلى التعليم إلى التعلم لماذا؟ لأن هناك نلاحظ أن ذمة بعض الأشخاص مستهدفين ببعض الدعايات المغرطة وبالتالي لا بد من عمل توعوي تحسيسي يهدف توعية هؤلاء المواطنين من أجل أن يميزوا بين الصالح والطالح طيب بمزونة أهلا بكم مرة أخرى معنا ذكر الدكتور محمد الإبراهيم قبل قليل نقطة مهمة تتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني وهي أنها لا يجب أن تكون مسيسة يعني لا يجب أن تكون طرفا في أي تخندق سياسي سواء مع الحكومة أو سواء مع المعارضة ولكن المتابع للواقع هنا يجد أن بعض هذه المنظمات يمكن تصنيفها سياسيا ما هو سبب ذلك برعيكم؟ شوف هذا فيما سألها نقولها لك يا خالق قضية متعلقى مثلا برامج عدل المواطنين مباشرة ما متعلقين بالسياسة متعلقين بالنرقاج عدل مزرع المدى والله عدل نقطة مياه والله عدل لها عمل خيري هذا مباشر للمواطنين مباشر لهم بنفعهم المحلي بنفعهم في معيشتهم بنفعهم في دخلهم اليوم وهذا هو واجب لمنظمات تكملي حسب برنامج الدولة هذا ما يخص مثلا فرد كفرد ما هو كمنظمة اي انسان سوى منه عنده الحق ويعطي وجهتنا ظروف اي مسألة سويشن ولكن خارج عمله خارج عمله بيالي انتاركاتين يتعود المنظمة ما تشتغل به ما لك معدل المشروع اياك فلان يعود معاك والله يعود من زرعك والله يزرق لك لا معدلها عنك انت مواطن وهو الناس مباصلين في ذلك المشروع ولهم معدلوا لهم احنا نعدلوا مناطر زراعية موجودة على الانت وموجودة مواقعنا وموجودة عند المواطنين قالوا ما نمعدل لهم يجمعوا معهم ونقول لهم لانا عدلوا لكم بشرط عودوا معانا والله كذا ذلك رواية اخرى ما نمشادلين اخبارها به لماذا يلجايبتنا نجايبنا لانا لان عدلوا مشروع تكميلي في مجال مثلا خطة الدول الموريتانية بنيلي جزء منها ما يخص مثلا الرأي يا رواقش كاشخاص انسان حرف ذلك اللي يتوجه له مثلا نظرته شخصية ذلك حياته وتخص به ما تخص منظمة ويا الله ما يتخاف على الناس هيئة وشخص الشخص اللي خالما ذلك محيط الهئة هو بالهئة قال عندما يخرج عن دائرة الهئة اصبح شخص عادي ما يتكلم ما يقدر يتكلم باسم المنظمة في رواية عود طرفيه قال يقدر يتكلم باسم منظمة في رواية لا يجعل بين الناس فما تي مشكلة احنا عين نجبر مشاكل واخبار مثلا المعادن واخبار الرواية الاجتماعية والاراضي المقسمة عدوا احدهم من داعين هم طالبين والبليده كانت اصلا محمية هذا عين نجبره اللي ندخلون بين الدولة والناس بصفة نزيهة نخرصوا المرجعية القانونية والدولة لا يتفهم علم فمات إياه مادة لا يتبين حقوق المواطنين لهم على مستوى السلطات المعنية واخنا هذا هو دورنا قال ما معنى عن عدو طرهم على قاج معد الرواية ما هي الله بين اللي الاساسي عندنا الامن والاستقرار ووحدة البلد والتنمية من أجل مثلا الناس تعود عندها اكتفاءها الذاتي بين اللي حنا واقعنا مسألة خطيرة حنا ما فينا حد يشتغل حنا ندوروا كل رواية نطرح لنا وهذا يا الله العقلي يا الله نمحوهم روسنا يا الله عادنا مشروع نظركاتنا عادنا مشروع زراعي والله مشروع ماي لو والشي مشي بعد قاعنا عادوا حسب أولوية المواطنين ذانيا نكون المواطنين على تسجيل ذي المشاء إياك يصبحوا الصبح ما نفاصلين في نحنا ولا نفاصلين في حد أخر ويصبحوا عندهم اكتفاءهم ومقنية عن نحنا إياك هذا هو المدور من عمل المنظمات ومدور من عمل الدولة باللي يا الله كاملين نراغبوا المشياءات بصفة عامة نراغبوا تسيرها ونراغبوا العامل بصفة عامة ونعطوا فيه رؤيتنا قررؤية بناها ولا ندخلوا وفي نطاق مثلا نزاعات بين الناس نزاع جانا لأن خرصوا فيه ذاك اللي قاية القانون ذاك اللي والحق حسب المراجعة القانونية اللين يعود رقاج عارعان ما فماتي مراجعة قانونية السواء ملكية الأرض والسواء في المشاكل بين المواطنين يقدر المنظمات يقدروا يسووهم يسووهم باش من خلال إقناع الطرف الأخر على اللين فماتي رواية ما يظل يعدلها ولا يقبلها بياش بياللين رقاجين يشارح له شي ووضح له هي اللي يعود مشارك في تنمية بلده وأمنه ووحطه هذا هو دور المجتمع المدني كذلك مشاريع مضرة للدخل المواطنين حسب أوليوات محاصرة طلبهم غير ما اللي احنا يالله نعرف عنه في دولة ومحيط دائري في الإدارة يالله البيد اللي نعدل في المشروع سوى شنو نشعر به الإدارة كمشروع إرسال الإدارة قال لله نعدل مشاريع ما نعدلهم ما هو بالتنسيق على المواطنين وعود المواطنين الأولوية عندهم المسألة الفلانية ونلودوا إحنا لتمويلها من شر موولين عندنا خارجيين يموولوهن وعودوا مولي جميع الأعمال لا يتعدل يرتعوا به تقارير الوزارات المعنية وعود رواية مثلا ما فيها لبس ولا فيها مثلا ما هو إنسان عنده منظمة يقعوا الطرف مع مدخرة طيب دكتور إبراهيم محمد إبراهيم عهون مناهضة التطرف ودعم الوحدة الوطنية هذه هي نفسها أهداف الحكومة إلى أي حد بما أنكم تشاركون الحكومة بلا هداف على الأقل تنسقون مع الجهات الحكومية المعنية من أجل تسهيل عاملكم ما طبيعة علاقتكم جيد أولا لا بد أن يفهم المشاهد أن دور المجتمع المدني كما قلت هو دور تكميلي لعمل الحكومة توجيهي ويعني إبداء الأرعاء إلى آخره كما أن له كما قلت دور موازي هنا فعلا تتتاحل الأهداف لأن الهدف والغاية هو هو المواطن وكل ما يأخذ بالمواطن ينبقي أن نعمل على تحسينه دور الدولة هو تكوين مواطن صالح توفر له كل الحاجيات الضرورية بالنسبة للحياة كذلك أيضا المجتمع لا بد من أن يفهم أن المجتمع المدني له دور أساسي محوري وهو توجيه ويرشاد إلى آخره إذا قمنا بتزمين ما قامت به الحكومة دائما يقولون هذه المنظمات الموالية أما إذا قامت بالنقدي فيقولون هذه أيضا معارضة ولكنها ذات مصداقية في الحقيقة نحن نقف أمام مفترق طرق ينبقي أن نثمن كل ما قامت به الحكومة بالجانب الإيجابي ينبقي أن نثمن لكي تزيد ولكننا ينبقي أن نعطي ما ينبقي الوجه الآخر تلك النوارس ينبقي أن نوضحها ونطلب تحسين هذه الأمور هاي نعين هنا أثمن بعض النقاط مسائل مهمة في الحقيقة تخدم اللحمة الاجتماعية وتخدم اللحمة الوحيدة الوطنية قامت بها الحكومة وعطي ميزال أهم حق يمكن أن يطلب النسان هو التعليم والصحة وكذلك أيضا تغفير المسائل الأساسية للحياة كالماء إلى آخرين عندما نتابع وهذا لا نتكلم شوي هم بالحسانية خارقة الحسانية تفضل المتتبع المتتبع اليوم إلاحظ أن الحكومة بدأ أعطات أولوية لجميع المسائل التي ذات أهمية عن المواطن سواء كان التعليم سواء كان الصحة وهذا في الحقيقة نعطونا مقارنة بسيطة مع وضعية الحالة الصحية يعني المستشفيات إلى آخره ووضعية بالأمس القريب تلاحظ أنه تم تتحسن كبير سواء في المعدات سواء في الطاقة البشري وهذا في الحقيقة ينبغي للمجتمع المدني المثمن هذا المجهول يغير فم نواقص تكمن فاش لا بد من المواطن الذي يأتي بدلا من يعدل بعض التصرفات المشينة وبعض يتيف ساحة ويعدل ويتكفل يعني بعض التصرفات التي لا تخدم المظهر هذا دور المجتمع المدني يمكن أن تعمل هل تصرفات قام بطرف ممرض يمكن أن تعمل هو كذلك دور المجتمع المدني هو توجيه وتجبر ممرض راقد مثلا كل شيء هو التوجيه ينبقي أن يكون المستفيد والشخص الذي ينبقي أن يقوم بالعمل يغير دور المجتمع المدني له هو تذقيف كذلك أيضا نقص المناطق التي فيها أدواب وصلا المناطق التعليم لديهم أهمية ومروسهم لا يفهم ما في هذه المدرسة ولا يعرف نتيجتها إذا تقول الواحد الترك يقصوا المدرسة يقول لك نختارهم مثلا يحرزوا والله يختارهم وكذا وكذا يدروا على الأحمال إذن يقوم بإجراء عمل سوانية كان بالنسبة يتحمم الله في المردود الآن يا غير لا بد من المجتمع المدني المدرسة الدولة وفرت المدرسة ووفرت المعلمين في هذه المناطق هنا صدر المجتمع المدني هو توعية الآباء وتذقيفهم على أهمية المدرسة وإياك أنهم يجعلوا هذه الأبناء يتوجهوا للمدرسة معنا تتعاملوا بالتنسيق مع الدولة فعلا لا بد نحنا نحنا لا يقول لك أنه لا يشتقل في محيط يصوه من أينك؟ يصوه من أينك؟ لا يشتقل مع المجتمع ولا يشتقل مع الحكومة باطل عليه أنت لا بد من تشتقل محيط معين عندك المستهدف هو المواطن يغير الحكومة وبصفها هي رائعة البرنامج ككل يغير هذا ما يعد لك عندك عندك توجه سياسي أو توجه عدائي لا الهدف هو المواطن إلسة قبضة الدولة جميع التوجهات التي لدي المنظمة وعند أي منظمة سواء أي أن كانت وعند أهداف وعند أهداف في الحقيقة لا أعطيك موالي نقطة أخرى قضية هذه القذرة التي كانت خارجة وكانت موشينة وكانت موشينة كانت في جميع هذا المعروض جميع المعروض في فنوكشور وفي نواذيبو كانت في الحقيقة لا توجد أخر في هذه المظاهر التي كانت فيها قضية القذرة وهذا أسمحي أن أقول لك الأمانة أن جميع الأنظمة السابقة لم تشد التخبار القذرة لماذا؟ قلت أن أخطني لكن لا أعلنها لا تبقى تقيم الحس ولا تشك عنه لا يرى لا يقوم الحس ولا يرى لا يشتد خباره بلا أنت بني تشد خبارها لا يتشك عن ذلك لا يفضح استهدف الأهالي الأهالي والمواطن وكذا ماهم أي إرادة هذا النظام أنت بني قبل إرادة وكانت إرادة صادقة وقوي وقال لك عنها فيها ياسر من الشجاعة التي تحاولها هذه الأمور كاملة قضية القذرة وحلها حل جذري اليوم عاد ماتت خارجة في المدينة وليه بارك عادوا مثلا حد الجهد هو عنده بالمنين يوقف والناس واللي في الحقيقة اللي كانت عندها كلها 30 سنة و40 سنة كلها مولودة في كب والله في بارك معين والله قذرة اليوم عاد عنده سكن محترم وهذا في الحقيقة يالله تمني الشهادة به إنه يقود فيهم شي ما يالله يشاء أغير هذي مسائل مهمة يالله ينقال المجتمع المدني وليه ضروره يالله يالله دور المجتمع المدني مولي هو الاتصال بهذه المنظمات الدولية سواء الاقتصادية منها يالله توفر له حاجة هذا المجتمع اللي هو هاي الناس اللي تحته العبا ما يخلى لاعلى الدولة وحده يالله المجتمع المدني يلعب دور أساسي هو يمكن يستفادوا من التمويلات ويستفادوا من هذا اللي يخارك في العالم كامل يتم جلبه بالنسبة لهذه المناطر كيف لا يتم يالله المجتمع المدني يعود عنده مصداقية ويعود عنده شوفه وهذا من ضمن المشاكل اللي موجود عن ياسم المجتمع المدني لأسف شديد كلها عنده رخصة رساب بيسين وهو من ناحية الميدانية ما هو خالب كم قال هي ينقال نها 4,000 ومرة ينقال نها 5,000 وشي مرة ضمن وهذا كامل ثلاث خرصة أنا بعد من ذلمين برا لا ينستقل ذلمين برا ونقول علي أنا بالنسبة لي ظاهرة صحية وطبيعية غير أنا نقول نختار المسارة الداخلية تعطي الاساب بيسين اللي تعطي تم تعطي الاساب بيسين موقع مدة سنتين موقع مدة سنتين إلي دفوت المنظمة تجسد على أرض الواقع ويعودوا هداف هذكية واضحة وذلك فات عملتها لشاطاتها واضحة حدها من فهم تعطيها لريسي بيسي وذلك لريسي بيسي مالي نعطيها مطلقة محددة وموضوع مالي محدد لأنك اليوم تجبر واحد يعود عنده رسي بيسي متخصص في الصحة وهم ويشتقله وهم ويشتقله في جميع الأمور المجالات هم ويخدم فيها إذن يالله لريسي بيسي من رأسه يخصص المجال ويخصص مملي المجال الجغرافي يخلي على مستوى هذا لا يساعد بعد أن هاي المجال البلدي المجال الجهوي اللي 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 تعود تشتقل في مجال جهوي معين وفي ولاية معينة على المجتمع المدني يملي نشتقل فيه راهو إلا حقق الهداف على مستوى الجهوي ينعطاله نوت رسي بيسي على مستوى الوطني هذا لاهي يمكن من يعود فم تظيم ويعود رسي بيسي اللي نعطى قبل اللي نعطى على دوزان إلا عاد مولاه ماهو ريال ماهو العمل اللي معدل ماهو عمل ميداني اللي مباشرة تنزع من نوت ميداني يعود مثلا وهون يعود إكمالا لذلك تقول فم عمل حكومي جبار خريقي يعني فم نواقص مازال حد اسمع رئيس الجمهوري ينهار هذا في خطاب الأخير يعني بنقطة صحوية الهدف كل مواطن أن الماء يقوم عندهم داره ويعود عندهم بيته هذا هو الهدف يقوم عنده ضو ويعود عندهم ويعود نواقص يقول المجتمع المدني ما دام ما تلعب دوره والدور الذي يقوم به سواء التوعية وتحسيس وتذغيف المواطن ما يتم فكره دائما يستقل المدخرة وتوجه شور الأمور التي لا تخدم مصلحة البلد ولا تخدم شي يسوء شنه يالله في الحقيقة يعدد على تسمير النواقص وغيره وليس نظرة إيجابية البزومة ياسر وبركته ما ينازل ذلك يعود ليش شو خالك رواية قال نقول لك أنا بالنسبة لي منظمات أي منظمة أطالها ريس بي سي المدى عزمة علينا يتعدل هي من منظمة أنا عنها عنده أسلوب التطور ويالله تشجع قر يالله من القوانين اللي عنده وزارة الداخلية اللي لم يفتر وراتي مرقوم من اللي هو كل محاضر اللي يقول هو ما يقدر نقاج يعطيك مثلا على التراف وسيطر عليه عنه يقول لك جلال ماك شو طال جلال اللي بيد الله ما وخال قال ما قيل القانون قيل القانون عن منظمة لنعطال لذن تمشي تشتغال قار عندها تقارير من كل التشار وعند تقارير عنه تقارير يعدل ما اسمعتنا غيرها ما يقدر يعدل هو يعدل القانون انو عدل القانون وعندل كل شي وانا بالنسبة لأي منظمة اي تكتل من الموريتاني عدل عدل منظمة بالنسبة ليلة يشجع ويلة يوجه ويلة يعدل عمل السوكم تطوعي هذا بالحقيقة شي يذكر في اللي يشكر في اللي يذكر ورلاك احنا بالنسبة المنظمات اللي في دول المجاورة يمشون لين لحق 15-20-30 الف فعلا عنه يجب ان يخلق تقوين الدولة تخرص الناس كامل وكلها تعرضها كلها عدل يجب ان تتابع هي مثلا تابع مثلا هلالالي اللي اعطاها وتعال عارقاج ما هو ملتزي النصوص واضحة هذا عمل الدولة عمل وزارة الداخلية ووزارة المجتمع المدني ما يخص مثلا المواطنين يا الله ضيفهم وقال البلد بلدهم ولا يجبنهم ولا هما وتنميجتهم لنا كامل بللي ما الشيئ لو عدلت اسوأ كانت زراعية واسوأ كانت مائية ما نقام بالصيان لها وعادت فهم مده عنها روايتها لا يتخسر مواطني ما هو مكلف بالصيان هذا الكلام عن أخي مكلف بعد هذا بالنسبة نحن نعادل مشروع المده جايبين نحن فلط عدل المواطن هو المسؤول على صياته انت عندك نطمائية معدلة لك في قريتك وهذا موجود موجود بعدة تبريدات موجود عبدالله جيرو بلل رنقل لا كميذال فهمتن ولا يتستمر قال المواطن يا الله يندمج بدل معدل ضركات لا يتخلق خطة هي لا يتمجي المواطن حققتن وحكمن هذا المجالس اللي يعدله هما هما الله تصبح القضية واضحة للمواطن ويصبح المواطن عارفين عن المنشآت منشآتهم ويلا الله يحافظوا عليهم انت العادة منشآت للدول الموريتانية انت لك تابعيه جزء له وملك له ملك الشعب الموريتاني اللي نعود فيه ماذا لنعدم صيانة والله تيوم خاسرة والله رواه الله حد ينبع لها الناس وتعدل ولا يقول هذا المقادر البيض لا يمانا كاملين ولا يحواننا كاملين ويلا الله كل انسان عاد يعدل الباقي يقول الباقي يقول وهذا ما قيله القانون ما قيله قانون في اي دولة سمني قال القانون موريتاني نظر عن رئيس محمد عبدالعزيز قال للناس عادلوا الباقي انت عادل قول الباقي انت قول قراء لا خالق فيامري ولا خالق فيفورنسا ولا خالق في اي دولة من العالم معناها عام في المملي مسائق يالله ينضبطه. يحنا إلينا نلاحظوا الرواية معدلة ما هي يا الله. لا يقولوا أنا ما هي يا الله. بين اللي موريتاني إنه كاملي. والرئيس اللي جزء من هالموريتاني. ووزير يالته يتحمل مسؤوليته. والي يالته يتحمل مسؤوليته. والحاكم يتحمل مسؤوليته. والمواطن يتحمل مسؤوليته. إياك بنبلدهم. هاي هو معنى التنمية المستدامة. معناها عانها مدة لا يتحمي على الرواية. وكلها من جانب ويعدي البيضاكل يالله. احنا عادت في مداصة. عد في عدم الصيانة. المدارس. هذا يالله هنا تياهي هي. أباء التلاميذ. أنا مقرش عنهم يا اسم الامور ما يتابعوهم. يالتم يتابعوهم. تابعو الصيانة المدرسة. هما لهم المسؤولين عن المدارسة. هما لهم الشرك. هما لهم بلايات ولا عندهم متاة الصيانة. لانهم بقى. صيانة المباني. الان الكلام عن أخيري عندهم بعد شفتهم أخاهم هو الهيئة والتراعبين التعاوني المنظمات الصيانة عامة. يلي نعود عندهم أهداف واضحة. وعندهم برنامج واضح. المويلين. كان يصل عن مستعدين للمويلهم. قر يالتم عدوا تمويل في ترميم المدارس. وفي صيانة المدارس. ويا خالقين. خالقين نهيئات يعرفوهم هم اللي يصنطوا الكلام عن المويلهم. قر يندار المال يالتم يندار في المدارس. ويا الله دقاج يعد مختدر على انه يقدج يقنع المويلين المستعدين يتعاملوا معنا ويعاونونا. قر مملي ما يالله المدارس يبتنو برية ماذا يبتنو برية ماذا يبتنو برية مدارس. ولا يالله يعدل نقطة ميجابل إذا ما يالله تعدل بها. يالله يخرص اه الاكتفاء اه الكفافة السكانية هي اللي يعدوها البرامجة كيفه. قر نعره عن من ساعة ان يخلوه المجالس على مستوى مثلنا اه جميع المقاطعات جميع الولايات. لا يتخلق رواية واضحة للناس كاملة وتتبلغ لهم الفكرة. وهذا فضله يرجع الرئيس محمد عبد العزيز بيه اللي قال عن المواطنين لا يعدلهم هئات ولا يتنقلع عنهم هئة كانت مثلا يتمثل ما كانت تقوم بعملها خاصة الشيوخ. ولا يصبح المواطنين عندهم هئات مقيم منهم. ولا يصبحوا يتعاملوا معهم على الميدان الحقيقي. ولا يخرصوا مدى جمعت. وكل يعطى رأيه في رواية. لا يعرفوا الصواب شنه ويعرفوا الاولوية شنه. هاي اللي بدوا عدوا بمشاريع مستدامة. وردها كمولي خالق مسئلة. يالتنا كاملين نحترم القانون. ونحترم السلطات. ونحترم اه روصنا. إياك نبني الدولة وياك نعودوا كلنا نفهم عنه عنده جزء من المسئولية. هذا فعلا جزء منه نحنا كمنظمات ونعدلوه. ويصانت لنا ياسر من الخلق وياسر ما يصانت لنا. قال لموالي راجع لاش? راجع عنا كنا في البدو. وجينا للمدينة. ولا فتنا فهمنا معطيات المدينة. ما فتنا فهمنا. ياسر من خلقنا ما فاتت فهم معطيات المدينة. هو كيف قال لك القزرات وقسمه. قرعات كل الأستاذة اقبال عشرين نمرو. اربعين نمرو. اذا ما يقدر حد يوفيه. اذا تقدر الموليتاني كاملة كله يعود معانه ميت تلف نمرو. انا عن المسائل. لابد من الترتب. ولا بد نفهم المواطن. من ذلك المنبر. انا عنده مسئولية يا الله يقوم مسئوليته. ويا الله يساعد في بناء بلده. ويا الله مملي. نتوجه للزراعة. ونتوجه الانتاج. بنا احنا ما خالق شما نستورده. مع عدال ارز. اللي انتوجهت له الدولة الموليتانية. هي تنسبة تسعين فلمية منه. اكتفاءنا ذاتي. فانا عام في المستقبل لا نعود لأرز عندنا. فماتي برامج اخرى. مهمة للسكر. مهمة للقمح. ومهمة للمسائل الضرورية. نعادل تهم الدولة. يعني را حد يقولهم. احنا ما نضد الدولة. انا قلنا عادلوا شدون الدولة. قلنا مولي. انبيون الحقيقة. ولي نعود فهماتي ناقط. لا نقولوه. هذا هو دورنا. قال ما قلنا نقولوه عن ما وعد الشولات زي الشي موري ثاني وعن الدنيا اخلات وعنى كده. ما هو حق. هم هم القياسات في العالم. حسب الخطاط المعروفة عالميا. ينقاس بها الطرق والمياه واللوم. هذو والميناءات. هذو اللي ينقاس بها في العالم كامل. اجد الدول اللي تقدموا سابقنا احنا كلما قابلتها اختصاص مسألة تقيس بها تقدمها. معناها ان احنا بالنسبة لنا فاتوا عادة قريجي. مست هالتلاف الشي من كيلو مترات من طرق طرق المعبدة. وفات جاء اه ما فطوط الساحلي. ما فطوط الشرقي. وجاء ما الظهر. هذو هذو انجازات الدول المولي التانية. هذو معايير يعني للنمو يعني. معايير النمو عنها عما ذلنا دولتنا الحمد لله ورضاك مولي. الحمد لله وشكر له. اه عند هذه النقطة سنذهب في فاصل قصير مشاهدي الكرام. اه ثم نعود لمناقشة اه لمواصلة نقاشنا لهذه الليلة. مشاهدي الكرام اهلا بكم الجديد. نواصل موضوع نقاشنا لهذا اليوم وهو دور آه المجتمع المدني آه في تعزيز التنمية المستدامة آه معي لتذكير ضيفي الكريمين هنا السيد احمد فالد بمزونة رئيس شبكات المنظمات الغير حكومية لدعم التنمية المستدامة والبيئة. آه ومع ايضان الدكتور محمد الابراهيم رئيس منظمة الموريتانية لمناطة التطرف ودعم الوحدة الوطنية آه كنت قد توقفت آه معكم آه الدكتور محمد ابراهيم قبل الفاصل. آه سؤالي آه الذي آه لا استطيع الانتظار حتى اطرحه. هناك ملاحظة آه على هذه المنظمات. هذا الكم الكبير من المنظمات العامل هنا في نواكشوت. آه لماذا التركيز على نواكشوت وعلى العاصمة نواكشوت. آه في حين ان مناطق الداخل الساكنة هنا ربما يكونون اكثر حاجة للتوعية. و و و و و و و للتحسيس ولهذه الاشياء. انتم في منظمة آه المنظمة الموريتانية المنظمة التطرف و دعم الوحدة الوطنية آه هل لديكم آه استراتيجية آه بهذا الخصوص يعني تركيز على الداخل آه بما ان الداخل ربما يكون آه بحاجة اكثر الى التحسيس. آه شكرا. آه إذن آه هذا في الحقيقة آه يردني اياك نأكد دور المجتمع المدني المحلي. آه وهو اللي اللي ينبغي على ان يتم ترخيص المجتمع المدني دوره يكون دور محلي اولا ثم عندما ينجح بالمهمة يصبح الدور جهوي. آه وبعد ذاك يصبح بطني الى اخره. آه هذا لا يسمح على ان كل منطقة تعود اللي لا ينشط بها هم المنومات المجتمع المدني الموجودة بالحقيقة الجغرافية. يعني هذي نوع من دا مركزية. لا مركز. على وزن. وكذلك. آه هو معرضه اناصليه. آه هو اللا مركزية. آه ومن هنا وطالبه ايضا لهذه المجالس آه المجالس البلدية التي نحمل بصددها. آه أن يكون المجتمع المدني ممثلا لها. لكي يلعب دور محوري واساسي تنموي داخل آه هذه المشارس الشهوية. آه. إذا الرجوع لآه دور المجتمع المدني آه ناحية. يعني دور كنتم ونظمة آه نعم. في الداخل. نحن بالحقيقة نستهدف كما قلت. نستهدف الجمهور المستهدف. أساسا. أساسا هو الموجود في الداخل. أساسا. لماذا؟ لأن زمت بعض كما قلت الدولة لها أهداة كبرى استراتيجية كبرى. آه. والمجتمع المدني ينبغي أن يكمل هذه الاستراتيجيات الكبرى بالتدخل في الجزئات. آه. لأن الدولة لا يمكنها أن تقوم بتشييد المشاريع الكبيرة ثم تقوم بمتابعة المسائل يعني التفاصيل. يعني التفاصيل. أعطي مثلا على ذلك كما قلت. مثلا مستوصف أو مستشفى معين أو مدرسة أو جامعة إلى آخره. أي أي بنيا تربوية أو صحية يعني يستفيد من المواطن. يمكن للدولة أن تقوم بإنشاء كما قلت بموضوع هذا المشاريع. أي أيضا يمكن للمنظمات المجتمع المدني أن تأتي بمشروع سوالي كان لولايات معينة. لكن دور صل المجتمع المدني هو دور تكميلي وتحسيسي لصيانة هذه المكتسبات. كما قلت بموضوع أيضا هنا أشار إلى المدرسة. المدرسة. الآباء دورهم. لماذا؟ لأن رابطة الآباء هذه هي تدخل بطار المجتمع المدني. تعمل عمل مجتمع المدني. تعمل تحسيسي. توجيهي. أساسي لماذا؟ لأن إذا نظرنا مدرسة إلى أن الأطفال يقومون بتكسير الطاولات أو ذمة السلوك معين داخل الحي. الآباء هم الذين يمكنهم أن يوصلوا هذه الرسالة. لماذا؟ للقضاء على هذه الظواهر التي تظهر بحين لآخر. أي ظواهر سبية طبعا للمدرسة. وبالتالي يتحول هذا الأسلوب الذي كان مشاهدا وهو أسلوب سيء لا يتماشى مع التربية. ويصبح هذا الأسلوب يعني غير موجود نتيجة للتوجيه الذي سيعمل بها الأباء. وبالتالي يلعبون لدورة محورية. إذن كما قلت. المجتمع المدني له دور المحوري في الجوانب التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع. والبيئية. والبيئية طبعا. إذن هو لكن يبقى التوجيه والإرشاد والتوعية والتحسيس. سواء مخاطر الأمراض سواء الحفاظ عن البيئة سواء الحفاظ يعني عن مواجهة الخطابات المتطرفة التي تدعو للتفرقة وتدعو للكراهية والعنصرية مواجهة هذا النوع من الخطابات. لأن ذمة بعض الأشخاص لا يفهمون ولا يدركون أهمية الأمن ولا الاستقرار ولا يفهمون شيء في هذا. دور المجتمع المدني هو التوجيه أي التوجه إلى هذه المناطق التي هي في الحقيقة صالحة لكل شيء. ويبثون فيها بعض الخطابات. الدعاية والدعاية المقرضة. والتي لا تخدم للوطن وللمواطن. انتم هذون متواجدون هناك من يجدون. نحن من حين لآخر نقوم بزيارات حراسة للوحدة الوطنية. طبعا هو توجيه وإرشاد وتوجيه بعض المسائل التي تخدم السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية. لا شك أنكم تتابعون معي وتدركون معي أن في الفترة الأخيرة تطورت هذه الدعايات التي في الحقيقة تعيش على نك الجراح وذكر المسائل الماضية التي عبد الله عن ما سلف تلك أمة قد خلت ويبدأون بنشر هذه المسائل التي في الحقيقة تنمي وتوقظ بعض المسائل التي نحن منها براء. شقاق بين المكونات يعني إذا قدر الله. يبغي المدركة المواطن الموريتاني بأن الشعب الموريتاني يتكون من مكوناتين أساسيتين. هم العرب والزنج. ولا يمكن لإحداهم أن تستغني عن الأخرى. إذا لا بد من أن يتعايشوا. حكم عليهم أن يتعايشوا بهذه الأرض. ولا بد لهم من ذلك. وبالتالي لا بد من الإنسجام والتعايش السلم يعقول. لأن كما تعلمون الدين واللغة واللون كل هذه بالحقيقة الله تبارك وتعالى قال بأن اللغة واللون آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون. آية الله تبارك وتعالى في هذا الكون. ينبغي لا أن نكره الآخر للونه ولأنه يتكلم دغة معينة وكذا. هذا لا يمكننا وعندما. آآ يعني هذه الدعايات في الحقيقة تحث على الكراهية والتفرقة. آآ ونحن كما قلت حكم علينا أن نتعايش آآ في بوتقة الوطن. نعم. في ويكون معيار أيضا بالتفاضل. آآ هو تقوى الله لأن الله تبارك وتعالى قال في المحتمى كتابه بعد عذب الله من الشيطان الرجيم. آآ آآ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكري مؤذي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله يطريكم إلا الله عليه وخبره. صدق الله الله. بالتالي المعيار هو التقوى. آآ آآ لا أن يكون اللون أو آآ العرق أو كذا أو كذا. فهذه أمور عبد الله طيب هذا ما تعملون أنتم على بجهودكم. نحن نعمل على أن أن هناك المساواة. أن إشاعته يعني. زاد بكلام الحسانية كل رجاج غطى عصو غرصه. آآ ما أهم أي معيار. ما عليناك أنت من القبيلة الفولانية. تقوى والكفاءة. والكفاءة وهذا. اليوم اليوم ما يقدم بدن يقول شفت هذي كنت نقول الدعاء المقرضة. رجاج يقول عنه تم إقصاء ونتيجة الدون ونتيجة العلقاء كذا ونتيجة كذا. هذا ما هم موجود له معقول. عندما تتابع جميع المسابقات اليوم. سواء التعليم. المدرسة الوطنية. الإدارة. الجيش. كلها. ما يقدم بدن يقول لك رجاج ينقصة. نتيجة لدونه. نتيجة لقبيلته. يعني أغراض دعائية فقط. هل هي هاي أمور. تخدم. أغراض دعائية فقط. تخدم تفرقة. تخدم. طيب دكتور إبراهيم. أشعر بدون أن يصلوا إلى شيء. سنعود سنعود إليك دكتور محمد إبراهيم. أحمد فالة بومزونا أنتم معنا أيضا. شن هو شبكة المنظمات الغير حفومية لدعم التنمية والبيئة. يعني هل تركزون على العمل في نواكشوط أم الداخل ربما يكون أحوج لتدخلاتكم وليقامة نشاطاتكم الخيرية والتعاومة. أولا هي شبكة المنظمات دعم التنمية الاقتصادية لمنظمات الوطنية. أولا أول مسألة عدناها جنال الوزارة الداخلية وعطاتنا منشاة إعلام جميع الولايات أنا لا هننصب فيهم ممثلي. جميع الولايات موريتان. بهلي فيها كافة المنظمات وكافة التعاونيات على مستوى الولايات. قصد أنا بيشينه ياك عود الخطى قريج من المواطني. وعود المواطنيين ذو اللي يمثلون احنا كل 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 الولايات في على الأقل 30 رقائج من تسبة للشبكة. ولا أعضاء اللي كلهم عندهم مثلا تعاونية ولا منظمة ويشتغالهم ميدان. احنا احنا شبكة تنسيقية على مستوى كافة التراب الوطني. قصدنا بها القرب من المواطن من أجل تذقيفه في ذلي يالته هو بعد قاع يعود شغل والشاقل. والشغل انه شاغل الوحدة الوطنية. والمساواة بين ولاد موريتاني كان دي. بين اللي افطلنا عن ذن بعض الناس اللي عندها خطابات مهم خطاباتها الموريتاني. وخطابات شاذة. بذلك السبب عدنا عدة ملتقيات على مستوى كافة التراب الوطني. ومنصبنا لجان من أجل توعية المواطني. كذلك ممثلين على مستوى الوضايات المشارع اللي هنمولوا. والله اللي هنطرحوا ما ذلك التموين معنا عند مويليننا اللي نتعامل معهم. حسب اولويات المواطنين. وجيهم بعضة من واكش وتحضر الاجتماع منيقاش من اجل تحديد الاولويات. هل تركزوا على البيئات الهشة اجتماعية؟ احنا بالنسبة لنا هالموريتاني كاملين هشة. وخاصة الناس اللي منها في البدو. والناس اللي منها في القراء. اللي يلتأثر اسوأ لونها شنو يلتأثر دائما من القضايا الاجتماعية. خاصة اه قضايا التسجير. قضايا التكوين تكوين اولادهم. هو خالق قانون. قانون فارض على كل الانسان سواء ونمشي اولاد وسواء المدرسة. بعض الناس يمشي اولاد وراكبين احمر يجمعوه الفاضل. هو يشير يجمعوه الفاضل. ما تلاهي يقرأ. هذا يالله يعاقبوا. يالله يفهموا عن نحن نقدون الناس. موريتاني يكتبتنا لا بولاد موريتاني. ولا يتبتنا لا بالثقافة والتعليم. يلينا نفتحوا مدارس خاصة هوا المدارس مثلا الاختصاصي جي. اللي فتح رئيس محمد العبدالعزيز اللي منهجي جيين. يقبضوا الناس مثلا من اجل تكوينهم على مثلا مدارس علمية. مهن. المدارس المهنية اللي مثلا عادت موجودة في كافة الطراب الوطني. هذا القصد منه شنو. ياك تعود عندنا فيئة من الشباب. وفيئة من الناس. اللي تعود اوطر ياك تبني للبلل. وتشارك وتساهم في بناء. وقد يبتنا اللاب الثقافة. وقد يبتنا اللاب العمل. وقد يبتنا اللاب المساواة. وقد يبتنا اللاب العدالة. أي مواطنة سوى منهم جانا عندهم قضية. أسوأ كانت اجتماعية. وأسوأ كانت بيئية. وأسوأ كانت مشاكل أسوأ وسرية. يطرحها على ممثلين مثلا الشبكة. ويطرحوا ونجوا ونسوذوا كل مشاكل. نسوهم بطريق ودية. من اللي الموريتاني. كاملين. عارضين عن مصيرهم واحد. وإحنا اليوم. الحمد لله الناس حاسدتنا على شعلنا ديننا واحد. وعلنا نوكله بلد. ونصليه بلد. ونمشيه بلد. وكلنا قبل أخر. وهذا مكتسبات جابرنا من ديننا الحانيفة. وجابرنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجابرنا من تربجتنا الإسلامية. هذا مثلا يعطي دفع لإشراك كافة المواطنين. وبدأت الناس. وبدأوا المواطنين يفهموا عنهم. مش شاءة وعدروا لهم. لا بد من نسجلهم تسير. تسير. عقلاني. وتسير متواصل. إياك يحصلهم على اكتفاءهم الذاتي. وعندنا فيه تجربة في الزراعة. عندنا ماضغ عندنا فيهم. عندنا فيهم رواية مشاريع زراعية. خاصة مشاريع الزراعية المتعلقة مثلا بالخضروات. صبحوا عندهم اكتفاءهم الذاتي على مستوهم هم. وصبحوا قدوا يحشوا لحوانهم. وقدوا يبيعوا ربيان اسمان للناس. وصبحوا عندهم اللبن. وصبحوا قاعد بذلك تسير المعدل العقلاني المهم. في نطاق مياهم ونطاق تسيرهم. صبحوا عندهم اقنية عن نحن والاخرين. وهذا هو هدف الدولة الموريتانية وهو برامجها. كل منظمة عندها برنامج. قال موازي البرنامج الدولي وتكمل له. قال ما هي تعود منظمة سوية شنة ولا تعاونية. ما عندها خطة تنموية على خمس سنة. وتعدل وتقدم لناس بعد اللي مثلا عندها عندها مثلا علم. وعندها ثقافة. تقدم المويلين. وكل مويل يقفض منها الجزء. هؤلاء المويلين مستعدين يمويلوا كافة المشاريع. وراكم اللي فهم تمولات. يجوا للدول الموريتانية في نطاق الزراعة والمياه. إلين عدو المواطنين يفهموا عن هاو المشاريع اللي جايين من عند الدول الموريتانية ويسجرون هم أطر موريتانيين. تابعين عدة وزارات عنهم. روالهم هما. إلين يفهموا ويطالعوا عليها. لا يعودوا مشاركتهم اكثر. قال لا يطالعوا عليها من خلاله. من خلال الهيئات اللي يعدلوا على مستوى الجهوي. لا يعودوا فهمات جاهي. مدى عندها كفاءة يا الله تعود. وعندها تجربة. ولا يتواعي المواطنين إياك يشارك بناء بلده. ويشارك في الحفاظ على منشآت اللي يعدلوا له. قال يا الله مولي مشروع يعدل لا حسب أولويات المواطنين وحسب طالبهم. اللي يعودوا ما محتاجين للمدرسة. والله ما محتاجين نقطة مياه. والله ما محتاجين مثل بلده عدل المزراعية. خالقين رواية محتاجين لها. التشجير من أجل المكافح التصحر من اللي احنا سنويا عشر تلاف الى ستلاف كيلو. عشر تلاف آآ ستلاف سبعة تلاف كيلو متر من التصحر يسحام ارضنا هذي. احنا في مواجهة مواجهة التصحر. قضية التصحر قاموا مشكلة شاملة قاموا. مشكلة شاملة ولازم. واحنا بعد كهاءات تشجير. ما عندنا برنامج ما فيه جزء من تشجير. على مستوى مثل المناطر اللي ندخلوا فيهم. إياك ذهم الناس ثقافة البيئة. هي الناس ما كانت فهم البيئة. وفهموها اللي ما لهم يسر. وحنا عندنا من الطاقة اللي ما عندهم ادخرة. عندنا طاقة الشمسية وعندنا الطاقة الهوائية. وبدأت الخطة اللي عدى الرئيس محمد العبد العزيز. وتمشيا مع برامج الامم المتحدة. من اجل مملي نقص درجات الحرارة. في الكون وفي الارض. وهذا في الحقيقة. احنا بادئين نعدل في تكوين على مستوى المدارس. وتدقيف على مستوى المدارس. على مصادرنا ذاتية. اياك نفقه الشباب المزال الصغير على مستوى المدارس. ونعدلوه في المدن الداخلية. على مستوى عدة ولايات. عندنا برنامج. فتنا بدأنا. وما زلنا متواصلي معه. ويركزين عليه حوى حقما الداخل. بالداخل مهم على المواطن يفهم. علن. علن ويالطو يشتغل. بنحنا. يالله نعودوا ما تيانا ستوردو الخضروات. ويالله ما تيانا ستوردو القمح. ويالله ما تيانا ستوردو مارو. يالله نعودوا نقلدوش. يالله نعودوا فينا مصانع. قاردنا عارفوا عنه. لا يخلق من خلال البرمج اللي مبارك معها. اللي صادق عليه الشعب الموريتاني. في نطاق مثلا. آآ الهيئة اللي يعودوا. عودوا. عودوا. الهيئة اللي يعودوا على مستوليات. المنزلس الجيوية. وكذلك مولي. اضافة المجالس البيئية. رواية طاريانة في الداخل. نظرا الخطاب الرئيس. منظرا عنه. قال عنه. هي ماذا الاقتصادية والاجتماعية. ما كانت فيها فرع بيئي. لا يعود فيها فرع بيئي. وهي يزرع عنا ثقافتاش. عنا نحافظوا على وطننا. ونحافظوا على بيئتنا. ونحافظوا على محيطنا. وخالق الرواية يقول لي يالله الناس تفهمها. عن هاو الأوساخ المتراكنة. مسؤوليتنا كاملة. ويا الله. قدام داروا. وقدام بلو. ما هو مسؤولية المجموعة الحضرية؟ لا. مسؤولة عن مسؤولة عن مسؤولة عن مسؤولة مجموعة الحضرية تقبل. تقبل مزلا ضرائب على الناس. انا مواطن داري لا نصقرها. والشارع ما عليك. عليك باعت تصقر الشارع للمقابلة. لكن الشارع عليك تصقلو. وعليك بوبل لك تديرها بريدة مضبوطة. وعليك قاعي لجاك حد لا يرفض بوبل. هاي الناس اللي خاصة تربط الأوساخ يا الله عود هماتي قرامة على اي انسان كب وصاخ وفريدة ما الله يكبه فوه خلاص قرامة وذي لين يخلق لا يتنسجع منه الناس كاملة احنا يخصنه ونات إجاه لماذا ما يعد المجتمع المدني يدخل؟ احنا طالب نبي احنا عادنا الشباب بالنظر عدلوا فرق مناتي في نواكشوط عدلوا في الداخل وغير خالق شمن الأمور لابد من الدولة تقبل مسؤولية تفين كل إنسان يسوه منه خالف القانون واسوه هو منه يعاقب حسب المسطرة القانونية كل إنسان عدل مخالفة يالله يعاقب عليها وكل إنسان قام بتخريب يالله يعاقب عليها مثلا رميله وساخ واسوه الخطابات الشاذة واسوه أي رواية كاملة يهدد لمن وهدد الوحدة الوطنية وهدد نحنا قاعة ربما مثلا بيئيا تراعي فيها حقوق الإنسان وفيها محيط البشر وفيها حياة وفيها صحته رواية متكاملة والناس ما فات فهمتها بدأت موريتها يتفهمها الليله يوركها تقريبا عدت وزارة يوركها تقريبا 6 سنين والسبعة وعدت وزارة مع مجي الرئيس محمد عبد العزبي اللي بدأ يفهم عن اللي بيئ نعانها جزء مهم والعالم هو يتناشط بها كامل والناس كامل مطالبة بها وعدل عدت ملتقيات ولا يعدل ملتقيات ثانية كوب فنتر ولا يعدل في ألمانيا وفات وعدل واحد في فرنسا واحد في الجزائر واحد في المغرب عفون هذا معنى شنه معنى زرع ذقافة بيئية ياكاش ياك المواطن يحد مذيك لقضايا كان يعد اللي ما هي ملائم الارض منها قطع الاسجار من قطع الحوانات منها ثقافة مثلا قلت النظافة هذو امور مهمة للمواطنين يضيفهمهم ثانيا المواظبة والمتابعة لكافة المشاريع احنا اي مشروع عدل البريد يا الله يتابع يا الله الدولة التابعة لعود فيما التقييم يعود في منظمات غير حكومية التقييم المشروع تقييم المشروع اياك عود فيما طرف اخر ما هو المنفذ اياك المشروع يعرف قيمة شنه ودرجة مثلا تقدم شنه طيب دكتور محمد ابراهيم ذكرتم تنامي هذا الخطاب ودور المنظمات الغير الحكومية كمنظمتكم في مواجهة هذا الخطاب وبالحث على الوحدة البطنية والتركيز على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا كما قلتم اريد الان ان تعطيني مثالا بالطريقة التي تعملون بها كاستراتيجية تحسيسية من اجل اسماعي صوتكم اه قبل جواب على السؤال فقط اريد ان اعرج قليلا على نقطة مهمة لان تدخل في اطار التعبئة والتحسيس الذي ينبقيه للمنظمات المجتمع المدنية تقوم به واشار له الاخ غير لا ينجيه بطريقة اخرى لماذا لانه لانه في الحقيقة هذه قضية القمامة وقضية الوساخ اللي كانت كثيرة في الشوارع الاخره فعلا المجتمع الاجموعة الحضرية عندها دور مهم فيه ومسؤوليتها ومسؤولية اهل المؤسسات غير انه نرجع للاصل يعني هذه الوساخ طريقة اللي تمت اقراميها بيها والطريقة وانا رجعنا للمدرسة المدرسة الابتدائية نش نش يعني وكان فهم هذا اللي نقال له التربية المدنية اللي مادة اساسية ومهمة ويتم تربية الطفل على تجميع قضية الوساخ وطريقة اللي ينبغي ان يتعامل مع هذه المسايل وطاة كاملة اللي تخدم من المنزل وقضية رميها في الشارع ولا شراب الرقاج ومش منها بيها والله ويبقوفها من هالطريقة اللي كانوا يزرقها يكانوا يقسل بها كذلك كانوا يقسل بها وكانوا يقسل بها وكانوا يقسل بها وهالي ملانة عنه ديني ويتم تربية نش على بعض التصرفات المدنية نظر نوصل له الهداف باقل شهد وفي اسرع وقت بالتالي هذا يخليني نقول على يا الله المدرسة الابتدائية يرسخ ببرامج قضية المحافظة على البيئة والمحافظة على قضية المعاملة ماذا ينبغي ان نتعامل مع هذه المسايل اللي تبقى بواقع الحياة سواء سواء اقول ذاك اللي يراكب السيارة ان يوفى من مسايلة كان يعملها الطريقة اللي لاي يعمل بها وسواء ذا اللي في الشارع وسواء اللي قاعد يبيع وسواء اذا هي مجموعة عوامل يغالي لين افتدأتها بعملية تعبوية وتحسيسية من المدرسة لان هون ما فيها ابدا هذا الجيل كامل واخذ كامل على المدارس واخذ كامل على المدارس نسبة كبيرة منه ودائما يعانى من النوع اللي في المناطق الحضرية وبالتالي انين ترتجع المدرسة ويعطيها الدور اللي اللي تقوم بها بصيفة وتلعب دور التربية المدنية حقيقية ظهرني مولانا عن سابق يتم حد يصوع الزرق ويحلي الزرق معناها على ان الى تمين لا قضية هذه المسايلة ويعامل معها بالطريقة من الصعب علينا نوصول الهدف يا غيرلين تخرجهم التوعية وتحسيس داخل المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية على مخاطر هذا ومخاطره البيئية ومخاطره وسوء بعض قال مظهر وما يمكن ان ينتج عنه عن الامراض الى اخره وهل من ذاك الذين يعود عنده الحكاس دكتور البعض قد يقول هون المجتمع المدني هون المودي اللي يعمل في ذا الاطار اللي ذهو يا الله يعد الياسر بالعمل التحسيسي سواء في الشارع سواء عن طريق المرسقات سواء عن طريق برامج الاذاعة والتلفزة وكذلك ايضا الندوات حول مخاطر هذه الاوساخ الى اخره كل هذه المسائل لا شك انها ستلعب دورا طيب 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 هون 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 البعض البعض قد يقول يعني احنا لو ربينا الناشية الاطفال على عدم رمي الاساخ والمحافظة على البيئة يا قير المواطن قاع هنا اخبار البيئة اسمت لك اسمت لك اسمت لك اسمت لك اسمت لك اسمت لك هو المواطن. سواء كانت سواء الجزيئات. الجزيئات يعطيك مثال. ذلك اللي بعد قاها في الدار. يلا بعد قاها ينصقل. ومحيط الدار ينصقل وقدامه ينصقل. انت ما يجد حد يجي نقر دارك وينظاف لك الدار. هذا ما يكسح. ولا يجد ينظاف لك محيط الدار اللي انت فيها. بالتالي يفهم نظافها بعد قاها داكلية. المواطن ما يوصع الخارج دور ينظافها. هي. قال ينظاف قدامها. نحنا نشوفه قدام دار. معناها عن. انا قلت لك على الدولة عندها مسؤولية في هذا. تتلخص بقضية المجموعة الحضرية. يا الله توفر. يندار فيه هذا المكب اللي ذهو. هذا دورها. يغير المدلي المواطن كمواطن عنده دور يقوم به. الدور هو شنو؟ هو هذه الجزيئات اللي قدت للدولة ما تتخل فيها. كذلك ايضا كي قلت قبير. المستشفى لا يتم بنائي ولا يتم. يغير نفهم بعض التفاصيل اللي لا بد من منظمات المجتمع المدني تواعي عليها المواطنين. من اجل هي بعض المسلكيات الايجابية التي ينبقي ان يسلكها زاير مثلا. او اه اه الشخص المصاحب للمريض. بعض المسلكيات التي ينبقي ان يقوم بها داخل المستشفى. هو في الحقيقة ما يعرفها. وهذا يالله تعود منظمات المجتمع المدني هي هي بتواعي الناس لها. لاينا رفع على سؤالكم. قضيت اه اه هاي الدعايات المقرطة اللي. كيف يتواجه. لاي نقول على اه وهذا اه المشاهد يبيه اللي تابعه في الاعلان. اه. على ان الدول الموريتانية صادقت على خطة ينقلها خريطة ينقلها خريط الطريق. هاي خريط الطريق تم اعدادها من طرف الواقعة عليها الجمهورية الاسلامية الموريتانية والامة المتحدة. لمناهضة اذار الاسترقاق الموريتانية. تشمل هذه الخريطة تسعة وعشر نقطة. تنقسم هذه النقاط الى عدة اه عدة مجالات. مجال يعني جانب اقتصادي وجانب اجتماعي وجوانب سياسي وجوانب الاخرية يعني جوانب. من ضمن هذه الجوانب هي العمل اولا على توفير التعليم بصفة 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 مكثفة. وتعليم قاعدي في هاي المناطق اذوابه يعني المناطق اللي ما في الحقيقة ما كانت ابدا في اي حال من الاحوال تجد على انها انك تجبر فيها اطفال متعلمين. حتى انهم وصلوا الى مرحلة على ان الاول فم مبالغ مالية تنعطال الاب اه والام يعني الاسرة تنعطالها مبلغ مادي من اجل على انها اياك تخلي الطفل يقس المدرسة بدلا تنكر عليها بدلا من يخلي يمشي على الاحمار ولا يمشي يقس الحريثة. معناها عنا بهم مجموعة من النقاط متعددة فيها الشي كيف قلت لك توفير مشاريع مديرة للدخل لا ينقام بها وبعض النقاط نقول لك على ان هذه الخارج الطريق شارف عليها الوزير الول وصيها مباشرة يعني الحكومة شارف عليها وعطيتها لانها كل جزئة منها تعني مجال معين تعني وزارة معينة لا بد فم اشراف لجنة قائمة عليها يعني يوما بعد يوم فمتابعة لها لان لا بد بشكل يومي لا بد حتى ونقول لك على انها اليوم نتكلم معاك الدور تعود وصلت لتسعين ثمية وهنا بالحقيقة متقدمة وهذا ينبغي اشهد به انها تمت بطريقة سريعة ولهداف تحقت بسرع واقع وانا بوصفي رئيس المنظمة الموريتانية اللي منها التضرف كنت في لجنة المتابعة ومعانا منظمة نجلة العبيد اللي رأسها ابو بكر المسعول في لجنة المتابعة ومنظمتين اخرات هما اربع منظمات هما اللي عندهم المتابعة لان الحكومة ملف عند الحكومة تقوم بها الحكومة نحن كمجتمع مدني عدنا دور الرقابة ونخرصوا من درا كان العمل اللي قام به ولا ما قام به وفي ذلك الريطار عدنا زيارات في الداخل وفي الحقيقة اسمح لنقول لك ان هذه المناطق اللي كانت في الحقيقة كانت مناطق هشة وكانت مناطق ما فيها تعليم ولا فيها شيء يصوه شنوه واليوم هذا الامانة تمت هي ستة لاف مدرسة ابتدائية في التعليم القاعد اليوم من توقيع الخارج الطريق اليوم ستة لاف مدرسة في هاي المناطق اللي في الحقيقة كان الوصول لها شوفك مستحيل واليوم في الحقيقة اتحقق هذا وفي الحقيقة كان هما على الان هالي الناس اللي كانت مستهدفة بالخطاب المتطرف اللي كان دائما هي 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 ساحة لبثي لبثي السموم النعارات والعصرية الى اخره الان هالي الناس اللي ذهي لا بد من تفهم فايدة الامن وفايدة الاستقرار وفايدة ذا اللي مبارك معاه وذا اللي يتحقق لان لا اودوا فاهمين عن الجاهل للأسف شديد كل شي قلتوني جدا ليه وبالتالي معرض لانه يتلقى اي خطاب سواء اي ان كان طيب ونحن في الجمهورية طيب محمد ابراهيم الدكتور محمد ابراهيم اضطر لمقاطعتك لان المخرج يشير علي شكرا لك على الحضور معنا واذراء النقاس انتم رئيس المنظمة الموريتانية لمنهضة التطرف ودعم الوحدة الوطنية كنتم معنا اشكرك اشكر ايضا احمد فالبو مزونة رئيس شبكات المنظمات الغرفقومية لدعم التنمية المستدامة والبيئة كنت معنا ايضا اشكرك اشكر وموصول لكم مشاهدي الكرام اشكر ايضا الفريقة الفنية الذي اعمل على ايصال هذه الحلقة المباشرة اليكم مشاهدي الكرام الى حلقات الاخرى من مساء الخير استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة